السؤال اللي أولاني بيقول سلام عليكم لو سمحت أنا تعرفت على شخص وقال لي تعالي نتجوز عرفي لا حول ولا قوة إلا بالله وربنا شاهد علينا قال لي أنا طالب الزواج منك وأنا قلت موافقة وربنا شاهد علينا كده ده اسمه فعلا جوز ولا لعب عيال أرجو الرد على الوصف اللي حضرتك بتقولي ده أولا ألفاظ الزواج لم تكتمل وكمان ما فيش شهود وكمان على ماذا بالجمهور كمان ما فيش ولي فهو في الحقيقة الكلام دوت اللي بوص حياة ناس كتير الجواز يا سادة حالة مقدسة ولإنها من أين جاءت قدسية الزواج من رعاية ربنا لمؤسسة الجواز من رعاية ربنا لحالة الجواز من رعاية ربنا لقيمة الزواج فالزواجنا نفسي عندي الزواج ده قيمة قيمة مليانة بمضمون السكينة والمودة والرحمة الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالجواز آية من آيات الله الطريقة اللي احنا بنتعامل بها مع الجواز دي اللي احنا اللي انا شايفها واللي انا سماعها دلوقتي دي طريقة لا تعرف قدسية هذا الجواز الزواج مش اتنين متعلقين ببعض خالص ولا الجواز اتنين عايزين يعفوا نفسهم يعني مش عايزين يقعوا في الزنا ولا الجواز بس اتنين عايزين يكملوا بعض ولا الجواز كمان اتنين الحب بولع في كل حاجة فلازم يتجوزوا عشان يطفوا الحب ده الجواز مش كده خالص الجواز حياة ودي اكتر مشكلة بنواجهها واحنا بنضرب الناس المقبلين على الجواز ان الجواز حياة فانت بتسأليني ده جواز بقولك لا عشان بس ايه ما ياخدناش الكلام ده مش جواز الجواز امر تاني اكبر من كده واعز من كده واكرم من كده خالص هل معنى كده ان واحد لو اتجوز عشان بس يعف نفسه ما قعش من الخطأ يبقى جوازه حرام ما قلتش كده لكن انا بفهمكم معنى الجواز الجواز ده علاقة هي من اكبر العلاقات اللي بتمر علينا في حياة الانسانية عايز اقولكم ان الجواز كان اول علاقة موجودة على الارض قبل الابوة والامومة اللي جان ما بين ستنا حواء وسيدنا ادم كان جواز فالجواز هي العلاقة الاولى اللي موجودة على الحياة الجواز علاقة فيها جوانب كتيرة جدا 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 لما بنيجي الرب الناس على ان هما يتجوزوا بيجوزوا على المعنى الصحيح للجواز مش بيتجوزوا على المعنى اللي هما شايفينه هيحاول الجواز بقى فيه الى شيء شيء فقط هيبقى الجواز شيء لو ان اتجوزنا على كيفنا ولذلك الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ضوابط للزواج ولذلك لا نكاحة الا بولي وشاهدي عدل السادة الحنفيها اخدوا لا نكاحة الا بشاهدي عدل ايه بقى خلاص الجواز ذات ما فيش شهود خالص ما كانوش موجودين في مجلس العقل اولا ما فيش كمان الفاظ للجواز ده حد بيقول لها تعالي ان نتجوز وربنا شاهد عليه وانا طالب الزواج منك قالت له انا موافقة موافقة ايه ان احنا نتجوز ولا ان احنا تزوجنا ففيه الفاظ لازم الالفاظ تكون بالتنجيز اللفظ ده انا طالب اقف بيش حياة اسمها انا طالب وانا موافقة موافقة على الطلب ولا موافقة على ايه فالجواز دي الفاظ زوجتك نفسي قابلت كده لكن بهذه الطريقة الجواز ده خدسية له فاللق هل اللي انتو عملته بقى دلق بعيال ولذلك لو كان فيه اشياء مترتبة على ده يبقى حضيك لازم تتصل بنا عشان نشوفها عن اتعامل مع دي ايه مع الاشياء المترتبة على ده ايه لان كده انا خايف يكون فيه حاجات اشد من كده حصلت في الحكاية دي ولذلك لو فيه اي شيء زائد عن الكلام المكتوب ده يبقى انا يبقى احنا ايه اللي حاصل يبقى احنا محتاجين فتوى عايز اقول لكم حكتين ده مش كلام ليه علاقة الا بالقيم وبالاخلاق يا بنات لما حد يجي يقول لك تعالي نتجوز والشاهد علينا ربنا وليله استحمي ربنا لا تعالي نتجوز جواز الناس اللي بيعملوا ايه اللي بيخافوا ربنا لما حد يجي يتجوز هو بيخاف ربنا يحافظ على اللي قدامه لما حد يتجوز وبيخاف ربنا يحافظ على عرضه لما حد يجي يتجوز وبيخاف ربنا يحاول طول الوقت يتجوز في النور مش في الظلمة الحقيقة ده لعب ومش بس لعب بإحكام الشرعية لكن اللعب كمان بالقلوب في حد بيلعب بالتاني ممكن أنتوا اتنين تكونوا بتلعبوا ببعض ولذلك بدل الكلام ده عايز يتجوزك يروح يتجوزك بوثيقة عايز يتجوزك يروح يتجوز يروح يوثق يروح تروح وتتجوزه بوثيقة لكن جواز ده ده مش جواز لا فيه شهود ولا فيه ولي ولا فيه كمان صيغة ده واحد بيطلب ممكن توافق على الطلب ده ما فيه ش صيغة ما فيه ش زوجتك وما فيه ش قبل فالجواز مش هو ده نصحتي لكم بقى أن انتوا شوية محتاجين تاخدوا دورات المقبلين على الزواج عشان تعرفوا قمت الجواز وتعرفوا الجواز ده هات معناه ايه تعرفوا أن الجواز ده بيدخل فيه مهارات اجتماعية ومهارات نفسية ومهارات كمان اقتصادية ومهارات ادارية الجواز ده حياة زي كل الحيوات فما ينفعش أن احنا نفس الزواج بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر